معنا من برلين الخبير في الشؤون الدولية والأوروبية سيد إيفالد كونيغ أهلا بك سيد إيفالد معنا على سكا نيوز عربية إذن سيد إيفالد تطورات كبيرة على نحو طبعا دول حلف الناتو والجانب الروسي الولايات المتحدة في أوكرانيا حروب بالوكالة كثيرة تدور هناك اليوم ربما تطرق إلى تصريح نائب وزير الخارجية الروسي وقال حلف الناتو هزم في أوكرانيا تم إيجاد الأهداف الروسية وأيضا تم تحييد الجانب الأوكراني من خطره على روسيا كيف ترى كيف شهدت أو استمعت إلى هذا التصريح أنا أعتقد أن السيد كريشيكو هو مثال عن التهديد وهذه السيكولوجيا التي تنتهجها روسيا بطبيعة الحال هذه البيانات الروسية لديها أو هي القيادة الروسية التي لديها سوء حسابات ولديها مشاكل في أوكرانيا وقد شهدنا التعبئة الجزئية التي كان هدفها جر الشبان ليكونوا جنودا ويحاربوا في صفوف القوات الروسية وهذا أمر يشكل مشكلة ويعد أيضا سوء حسابات من قبل روسيا السؤال الأساسي هنا هل هناك تهديد نووي فعلا أم لا سيد كونيغ اليوم طبعا كل الرسائل التي تأتي من روسيا هي تتحدث لاستخدام للسلاح النووي رغم التهويل الأوروبي والأمريكية قالت اليوم أنها لن تعطي لا تكنولوجيا ولا تدريب للجانب البلاروسي لماذا كل هذه المخاوف الأوروبية والأمريكية يعني هم باستخدام الأسلحة التقليدية ينتصرون الآن في أوكرانيا غالبا ما سمعنا التهديدات من جانب موسكو بأن هذه الأسلحة أو الحل النووي أو الهجوم النووي أمر واقعي وليس أمرا وليس خدعة يتم استخدامها وهذا ما كرره السيد بوتين مرارا وتقرارا وبالطبع فإن الجهة الغربية لا تأخذ هذه الأمور إلا على محمل الجد لأننا نحن لا ندري ما إذا كان فعلا يخطط لشني هجوم نووي أم لا إذن حتى لو كان الهجوم تكتيكيا هو يعتبر هجوم وإذا ما كان يشعر السيد بوتين بأنه محشور في الزاوية كما يقال فقد يحدث الأمر فعليا وبالتالي هذا سوف يتطلب استجابة قوية وحازمة من جانب الناتو والجانب الأوروبي ولكن لن تكون استجابة نووية بل ربما استجابة عسكرية قاسية وطبعا إن الممثل السامي للشؤون الخارجية سيد بوريل في الاتحاد الأوروبي هو الذي قال إن القوات الروسية سوف يتم استنزافها وطبعا بطبيعة الحال الاستجابة ستكون قاسية جدا في حال حدوث أي هجوم نووي وبالتالي الجانب الغرب لا يتوقع ربما فعليا هجوما نوويا وليس من جانب أو ما من دولة في الغرب محضرة فعليا لأي هجوم نووي ونحن لا نتوقع ربما حدوثه فعليا طيب سيد كونج اليوم المواطن الأوروبي سواء على السوشال ميديا أو حتى في اللقاءات الإعلامية أو التلفزيونية المختلفة للمواطنين العاديين هم يعني يشتكون تحت وقع أزمات الطاقة ارتفاع المعيشة بسبب العقوبات الأوروبية على الجانب الروسي قطاع الغاز وكثير من هذه الأمور هل ممكن أن نرى تعقلا في هذه المقاربة بعيدا عن رأي الولايات المتحدة الأمريكية قبل هذا الشتاء أنا لا أعتقد ذلك بالطبع المواطنون يعتريهم القلق بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وفي انخفاض الامدادات هذا من جهة ولكن من جهة أخرى لأن هناك بنية تحتية مهمة في أوروبا وهي هشة وقد رأينا الأزمات التي تحدث للبنية التحتية والحوادث التي ترأت ولكن أنا لا أرى أن الأغلبية في أوروبا سوف تغير موقفها بمعنى تغفيد ربما العقوبات أو أن يقولوا مثلا أنه يجب علينا أن نسمح لروسيا بأخذ بعض الأراضي الأوكرانية فلينتهي الحرب أو تتهي الحرب بهذه الطريقة هذا لن يحدث نحن نرى أن الأراضي الأوكرانية لن يجب أن يتم هبتها وتقديمها لروسيا فهذا قد يفتح شهيتها للاستحواذ على مزيد من الأراضي مثل مولدوفيا وجورجيا وبلاروس وما إلى ذلك وبالتالي من هنا أقول أن ربما برأيي الناس قد لاحظوا جيدا ما يحدث على الأرض وبالطبع التبعات أكرر بأنها قاسية بالنسبة للدول في وسط أوروبا بالطبع سيد كونغ العالم تشاهد ما يحدث في أوكرانيا لكن لديها وجهات نظر مختلفة عن التي يتبنيها الجانب الأمريكي والأوروبي حتى اليوم هناك حديث عن وساطات إعادة تعقل إيجاد نوع من الوساطات الجانب الأوروبي والأمريكي لا يتطرق لها بينما العالم يتحدث عنها هل ممكن أن نرى هذه الوساطة تعمل وبالتالي تجد حلا بعيدا عن عدم التعقل الموجود بين هذه الأطراف؟ أنا سيكون من دواعي سروري أن أعلن وأقول لك أنه ربما قد نشهد حلا مختلفا كأن يكون هناك مفاوضات ولكن الأمر لن يحدث برأيي وقد حاولنا في مرحلة ما القيام بذلك لكن الحرب الآن ليست في مرحلة تتقبل المفاوضات وإذا ما كان هناك الحال فعلا فيجب أن نعلم أو نكون متأكدين من أن هذه المفاوضات سوف تكون مجدية لأن روسيا تكذب في أغلب الأحيان طيب لكن سيد كونيك اليوم حديث متقدم جدا عن مسألة المخاوف الروسية من الوجود الأمريكي في أوكرانيا هل هذا ممكن أيضا تطرق له؟ لا أدري فعلا لأن الوجود الأمريكي في أوكرانيا لا يعد جزءا من الحرب لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكة ربما فعليا على أرض المعركة وطبعا يجب أن لا ننسى أن روسيا هي التي بدأت بشن هذه الحرب وهي التي انتهكت الأراضي وسيادة الأراضي الأوكرانية وبالتالي هذا رأيي من برليل خبير في الشؤون الدولية والأوروبية سيدي فالد كونيك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك